الحكومة إذن والنقابات المركزية توصلتا إلى مثاق الحوار الاجتماعي أبرز نقاطها رفع الحد الأدنى للأجور ب10% في القطاع الخاص وإلى 3500 درهم في القطاع العام روبرتاج محمد القنت ويوسف لطفي بعد مفاوضات طويلة تم التوقيع على اتفاق اجتماعي بين الحكومة والمركزية النقابية والاتحاد العام لمقاولة المغرب الاتفاق وصف بالتاريخي لتضمنه إلى جانب مجموعة من المكاسب الاجتماعية لفائدة الشغيرة المغربية على خارطة طريق لمأسسة الحوار الاجتماعي ببلادنا الحمد لله اليوم تصنل واحد الاتفاق باش تكون واحد زيادة دي الأوشو وكذلك واحد زيادة دي الواحد العدد امكانيات بالخصوص تصحيح بعض الأعطاب اللي كانوا في كدو واحد العدد دي القطاعات اللي غد نمشو بها للسنوات المقبلة نحن في ضرف اقتصادي عالمي اللي هو صعيب ومغربي كذلك اللي صعيب ولكن رغم هذا كتبقى شغيلة من الأولوية دي النا واختما كانت الإمكانية ديال يعني تحسين المضوذية ديال العمال ديالنا غد نكون فيها ان شاء الله حزمة من المكاسب الاجتماعية لفائدة الشغيلة في القطاع الخاص والعام حمل الاتفاق الموقع اليوم والذي يعد الأول من نوعه في سياق مشروع بلادنا في تنفيذ محاول النموذج التنموي الجديد بالنسبة للقطاع العام كان إجراءات جديدة تحسين الدخل بدينا بالفئات اللي عندها الدخل قليل كان إجراءات بالنسبة للأمراض المهنية والمالادي موين كان أيضا واحد إجراء جديد للهدف دياله ونعاونه النساء وأنه في القطاع العام المرام ينتولد الزوج يمكن أن يأخذ عطلة مدفوعة الأجر لمدة 15 اليوم الحوار الثلاثي الأطراف سيمكن مستقبلا من تدبير ناجع وفق منهجية واضحة ودورية ومواعد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف المتدخلين